بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دراسة دالة عددية شاملة للتحذير لبكالوريا 2018 رقم 5 أنصح بشعبة العلوم التجربية والتقن الرياضي والرياضي وحتى شعبة تسيير لأنها دالة رأيها في الأول ما أنصحكم أبنائي هو أن مثلا أن تقومون بالإجابة في ورقة مسودة على هذا السؤال ثم بعدها تقارنه مع الحل في الفيديو ثم كذلك السؤال الذي بعدها شكل جدول تغيير الدلاجي تحاول فيه في المسودة ثم تقارنه مع الفيديو وبهذه الطريقة إن شاء الله سوف تتحسنون بسرعة إذن ولننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على السؤال الأول قال باستعمال سيجي عين كيلة من الأعداد A B و C إذن نكتب هنا عنوان تعيين A B و C دقيقوا هنا أرجوكم نقطة نقطة أولا لاحظوا قال هذا هو منهنى الدالة التي اسمها G لاحظوا أولا عندنا G لناقص واحد كما يساوي لاحظوا يساوي لنا ناقص واحد إذن هذه معقية إذن جيلي ناقص واحد يساوي لنا ناقص واحد ثم عندنا جيلي واحد لاحظوا كما يساوي لنا ناقص خمسة إذن جيلي واحد يساوي لنا ناقص خمسة هذا الأمر الثاني لاحظوا انتبهوا فقط حتى تتعلموا وعندنا كذلك انظروا كذلك جيلي صفرة انظروا جيلي صفرة ها هي قيمتها كم إنها ناقص ثلاثة إذن جيلي صفرة يساوي ناقص ثلاثة الآن هذه من بين الأمور مع الجي نأتي الآن إلى جي فتحة جي فتحة ليساوي وعندنا جي فتحة ليساوي تقول قاعدة تنعدم المشتقة عند كل قيمة حدية محلية يعني عند كل جبل وحفرة لاحظوا إلى هذا الجبل عند كم عند إكس كم يساوي ناقص واحد معناه جي فتحة لناقص واحد يساوي الصفر تنعدم المشتقة عند كل جبل هكذا أشرحها وعند كل حفرة معناه هنا كم واحد معناه جي فتحة لواحد يساوي الصفر أرجو قد فأنتم إذن وعيد أبنائي حتى تتعلموا تنعدم المشتقة عند كل قيمة حدية محلية عظم أو صغر إذن جي فتحة لمن لواحد يساوي كم ليس ناقص واحد إنما تلك جي لناقص واحد يساوي ناقص لكن تنعدم المشتقة عند كل حفرة وجبل إذن هنا المشتقة كم تساوي الصفر وهنا المشتقة كم تساوي الصفر الآن لاحظوا كم تحصلنا من معادلة بعدما تحصلنا على هذه المعادلات منها يمكن أن نستخرج القيم التي نريدها وبطريقة جد جد بسيطة ننطلق بهذه لأنها هي الأسهل التي هي نحن قلنا ماذا قلنا جي لصفر يساوي ناقص ثلاثة معناه نأتي بالعبارة هذه التي تلاحظنا هنا ونعوذ بكل إكس بسفرة ونجعلها كم تساوي ناقص ثلاثة تصبح هنا هنا صفرة وهنا صفرة وهنا صفرة ونجعلها كم تساوي ناقص ثلاثة فيذهب هذا وهذا تبقى لنا هنا سي مباشرة قد ظهرت إنها ناقص ثلاثة أرجو قد فهمتم الفكرة نأتي الآن إلى جي ل كذلك جي لناقص واحد يساوي ناقص واحد نأتي كذلك إلى عبارة الدالة هنا ونعوذ بناقص واحد وهنا ناقص واحد ولنسى هكذا ثم هنا ناقص واحد ونجعلها تساوي ناقص واحد تصبح لنا ناقص واحد في ناقص واحد في ناقص واحد في الأرض تصبح لنا ناقص آ ثم هذا في هذا ناقص ب والس قد وجدناه مباشرة إنها ناقص ثلاثة يساوي ناقص واحد تصبح لنا ناقص آ ناقص ب وننقل هذا إلى هنا تصبح لنا تصبح لنا ثلاثة ناقص واحد وهو اثنان نضرب كلا المعادلة في الناقص واحد حتى نتخلص من الناقص تصبح لكم كم تصبح لنا زائد بي يصبح لنا ناقص اثنان هذه المعادلة الثانية دقيقوا نقطة نقطة نأتي الآن إلى هذه وكذلك نعوذ في عبارة الدلة بمن؟ الواحد هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد ونجعله كم تستنعي ناقص خمسة وتصبح لنا كم تستنعى زائد بي الها نتخلص امرنا نوعوضه هنا نقص كم ؟ ناقص ثلاثة شيطentes يستنعى لنا ناقص خمسة تصبح لنا زائد بي وهذا ننقله هنا تصبح لنا ناقص خمسة جزائي ثلاثة وهو اثنان يعني هذه المعادلة وهذه عفوا ناقص اثنان اعتذر هؤمن عدخ ناقص اثنان هذه المعادلة وهذه متساوية معناها لا تجدين فعل أصبحت عندنا معادلة معادلة واحدة ذات مجهولة نأتي الآن إلى نكمل مع المشتقة الأمل الآن يصبح لنا في ماذا؟ في المشتقة عندنا كذلك أنه G فتحة لـ X تصبح لنا تساوي نقوم بإنجاز المشتقة لهذه المعروف أن هذا ماذا يحدث له؟ هذا ينزل يصبح لنا ثلاثة في A في X مربع زائد ماذا؟ زائد B لأن هذا يذهب إلى الصفرة الآن سوف نترجم دقيقوا لما نترجمنا نقول G فتحة لناقص واحد كم يساوي؟ يساوي لنا الصفرة معناها تصبح لنا نعوذ هنا بناقص واحد نعوذ هنا بناقص واحد وهنا بناقص واحد ونجعلها تساوي كم؟ تساوي الصفرة فتصبح لنا هكذا تصبح لنا ثلاثة في A في ناقص واحد مربع زائد B يساوي لنا الصفرة لما هذا بما أنه مربع معناها لا يحدث شيء تصبح لنا ثلاثة A زائد B يساوي الصفرة أرجو قد فهمتم الفكرة الآن لو نأتي ونعوذ هذا ناقص B إلى هنا ماذا يسبح؟ تصبح لنا B يساوي لنا ناقص ثلاثة A هذه الناقص ثلاثة A يمكن أن نأتي بها ونعوذها في هذا الموضع في مكان ال B فماذا ينته؟ تصبح لنا A ناقص ثلاثة A يساوي لنا ناقص اثنان منه تصبح لنا ناقص اثنان A يساوي ناقص اثنان A يساوي ناقص اثنان سبحانا A يساوي ناقص اثنان على ناقص اثنان وهذه هي واحد ها قد وجدنا قيمة ال� A بعدما وجدنا قيمة ال� A نأتي بها ونعوذها هنا ليظهر B سبحانا B ماذا يساوي؟ يساوي ناقص ثلاثة في ماذا؟ ال� A هو واحد يسبحانا B يساوي ناقص ثلاثة ها قد وجدنا هذه القيم وبطريقة جد بسيطة إذن دائما لما يرطي لكم المنحنة أوجدوا التغييرات ويطلبوا إيجاد عبارة الدلة عليكم أن تترجموا تلك المعطيات البيانية إلى معطيات حسابية إذن فتصبح لنا عبارة الدلة جي كاملة ماذا؟ تصبح لنا هكذا جي لإكس تساوي لنا إكس مو إذن قلت تصبح لنا إكس مو كعب ناقص ثلاثة إكس ناقص ثلاثة لماذا؟ لأن السي ناقص ثلاثة الأ وجدناه واحد والبي وجدناه ناقص ثلاثة إذن هكذا قد أنهنا معا إذن دائما أعيد وأشرح حتى يفهم الجميع ها هو منحة نقولنا الدلة جي حتى تفهموا كل شيء إذن أولا عندنا جي لناقص واحد كم؟ إنها ناقص واحد وعندنا جي لصفر كم ناقص ثلاثة وجي لواحد يسعينا ناقص خمسة هذه معادلات ثم عندنا المشتقة قلنا ماذا يحدث لها؟ المشتقة تنعدم عند كل حفرة أو جبل معناه جي فتحة لناقص واحد لنما تساوي صفر وجي فتحة لواحد كم تساوي؟ تساوي صفر لأنها قيمة هدية محلية معناه تقبل مماس أفقي معامل توجيه يساوينا صفر ونحن نعلم أن معامل توجيه هو المشتقة أم معامل توجيه إذا كان صفر معناه يوجد لنا مماس أفقي فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى ثانيا قال شكل جدول تغيرات دالة جي إذن نكتب هنا جدول تغيرات الدالة التي اسمها جي إذن أولا عندنا ها هو المنحنة منه نترجم كل شيء نحوله إلى جدول تغيرات تركزوا أولا مجموعة التعريف قلنا R إذن X من ناقص مال نهاية إلى غاية الزائر مال نهاية وعندنا G فتحة لX قلنا تنعدم المشتقة عند القيمة الحدية كان عندنا ناقص واحد وعند ماذا وعند الواحد إذن عندنا ها هو ناقص واحد وعندنا الواحد المشتقة عندهم تنعدم حتى تفهموا جيدا الآن انظروا هل أنا أسعد أم أنزل؟ إنني أسعد كلمة أسعد معناها متزيدة ثم انظروا أنا أنزل معناها كلمة أنزل معناها متناقصة ثم أنا أسعد انظروا إلى الخط فقط معناها متزيدة ثم نأتي الآن إلى جيل X اللي هو جهة صور متزيدة معناها هكذا ومتناقصة معناها هكذا ومتزيدة مرة أخرى هكذا عندنا الآن النهايات من البيان النهايات انظروا النهايات دائمة تكون على محور التراتيب هكذا الآن إذا كانت عندنا هنا ناقص ما لا نهاية إذن قلت من هنا ناقص ما لا نهاية ومن هنا زائل ما لا نهاية هنا ناقص ما لا نهاية وهنا زائل ما لا نهاية انظروا لما إكس عندنا ناقص ملحنة أين كان كان في هذه الأماكن كلمة هذه الأماكن معناه ناقص ملحنة ثم جاء إلى هذه القيمة الحدية ناقص واحد ما هي صورته قلنا هي ناقص واحد نضع هنا ناقص واحد ثم عندنا الواحد ما هي صورته انظروا الواحد إنها ناقص خمسة ثم لما إكس عند الزائد ما لنلاحظ الملحنة أين يكون يكون يصعد دائما انظروا النهاية إلى محور التراتيب كم يكون يكون عندنا زائد مالا نهاية ها قد الآن أنهينا جدول التغيرات وبطريقة جد جد سليمة حتى نفهم جيدا يقول أحدكم يا أستاذ وإذا كان المنحنى مثلا في هذه الجهة جاء هكذا ثم تجه نحو هكذا هكذا حتى نفهم جيدا لاحظوا الآن إلى ها هو مثلا المحمر فنقول أنه هنا النهاية عند الزائد مالا لأنه يقترب إلى صفر فنضع في هذا المكان صفر لماذا أبنائي لأنه لا يصعد نحو اتجاه الزائد مالا إنما يتجه نحو الصف بالنسبة إلى محور التراتيب لاحظتم فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى ثالثا قال بين أن المعادلة هي X مكعب ناقص 3X ناقص 3 يوسي 0 تقبل حلا وحيدا ألفا حيث ألفا محصول ما بين 2 و 5 على 2 إذا نكتب هنا أولا البرهان أن المعادلة التي هي X قوة 3 ناقص 3 X ناقص 3 تساوي 0 تقبل حلا وحيدا اسمه ألفا حيث قال ألفا محصول ما بين ماذا ما بين 5 على 2 وماذا و 2 هنا أكيد مباراة قيمة وسط نقول نلاحظ أن ماذا أن المعادلة هذه لي X قوة 3 ناقص 3 X ناقص 3 هي نفسها G ل X أليس هذه هي نفس هذه المعادلة نعم أي البرهان أن المعادلة من هي أبناء الآن G ل X تساوي 0 تقبل حلا وحيدا ألفا حيث ألفا محصول قلنا ما بين 5 على 2 و 2 هذه المعادلة هي معادلة مكافئة ل G ل X تساوي 0 لأن هذه عبارة G حتى نفهم جيدا لاحظوا جيدا إذن ركزوا أبناء أين هو هذا المجال من 2 ها هو 2 إلى 5 على 2 وهي 2 ونصف قال يوجد بينهم ألفا حيث هذا ألفا إذا نزل هنا تصبح لنا G كم؟ تصبح لنا الصفر ها هي G معنى أصبح G لألفا تساوي الصفر أرجو قد فهمتم الآن انظروا إلى الدالة هنا وهنا انظروا إلى الدالة من هذا المكان إلى هذا المكان إنها مستمرة وكيف هي؟ ومتزايدة يعني تصعد نقول بما أن الدالة G كيف هي؟ أولا مستمرة ومتزايدة تماما على المجال ماذا؟ على المجال المعطى الذي هو من 2 إلى 5 على 2 وهو 2 ونصف وعندنا كذلك انظروا إذا كان هنا عندنا الصفر هذه القيمة كيف تكون؟ أقل منه سالبة وهذه موجبة فنقول و جيلي 2 تساوي إذا عوضنا الآن هنا بـ 2 وهنا بـ 2 وهنا بـ 2 صبح لنا 8 ناقص 6 ناقص 3 صبح لنا 8 ناقص 9 وهي كن ناقص 1 هذه القيمة سالبة ونأتي الآن إلى جيلي 5 على 2 التي هي جيلي 2 ونصف بعدما نقوم بالتعويض في العبارة الدالة هنا سوف نجد القيمة التي هي 5.125 المهم قيمة موجبة نقول 0 ينتمي إلى صور المجال هذه من الناقص 1 إلى 5.125 نقول حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة فإن المعادلة من هي التي هي نفسها جيلي X تساوي الصفر تقبل حلا وحيدا ألفا حيث ألفا قلنا محصور ما بين الاثنان والاثنان والنصف أرجو قد فهمتم الفكرة الآن أبناء إذن قلنا هذا الألفا ركزوا جيدا هذا الألفا إذا نزل هكذا كم تصبح هذه القيمة تصبح لنا صفر معناها جيلي ألفا تساوي الصفر أرجو قد فهمتم ونفسها هذه X مكعب ناقص 3X ناقص 3 تساوي الصفر قلنا هي نفسها جيلي X أرجو قد فهمتم يا أبناء بعدما أنهينا مع هذا السؤال وتذكروا أنه قلنا أنه جيلي ألفا تساوي كم تساوي الصفر ها هي جيلي ألفا تساوي الصفر نأتي الآن إلى سؤال آخر استنتاجي أكيد قال استنتج إشارة جيلي X لما X يتغير على R إذن نكتب هنا إشارة جيلي X نحن قلنا مجموعة تعريف من ناقص ما لا نهاية إلى غاية زائد ما لا نهاية وعندنا هنا جيلي X لاحظوا جيدا الجيلي X أين تنعادم أين تصبح تساوي الصفر انظروا إنها عند الألفا فنضع هنا ألفا ونضع رمز هكذا معناه ها هي جيلي X تساوي الصفر لما X يساوي ألفا هذا الأمر الأول الآن إذا كان هنا عندنا الصفر فهذه القيم كيف تكون إنها كلها سالبة أمور يقول أحدكم لماذا سالبة يا أستاذ النقص من نسعد إلى نقص واحد ما زالت قيم سالبة ونزلنا إلى نقص خمسة ما زالت قيم سالبة يعني أسفل من الصفر وتصل إلى الصفر فنضع هنا إشارة ناقص وانتهى الأمر ثم عندنا هنا الصفر ما فوق الصفر كيف يكون يكون مجب فنضع هنا زائد وانتهى الأمر أرجو قد فهمت ما أسفل الصفر سالب وما فوق الصفر مجب وما عند صفر ينعدم وشكرا هكذا بعدما أنهنا مع هذا السؤال وأكيد سوف ينفعنا في الجزء الثاني قال الجزء الثاني قال نعتبر الدل العددية F المعرفة على R معادن ناقص واحد وواحد لماذا؟ لأنهم يعدمان المقام يعني قيا الممنوعة بالعبارة F لإكس وثنين إثنان إكس مكعب زائد ثلاثة على إكس مربع ناقص واحد زائد واحد هنا على السطر قال نسمي C F تمثلها البياني في معلم متعامد ومتجنس OJ قال تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي X ينتمي إلى R معادن ناقص واحد وواحد فإن F فتح لإكس تساوي 2X في G لإكس على المقام مربع إذن نكتب هنا التحقق أن ماذا؟ أن إذا كان X ينتمي إلى R معادن ناقص واحد والواحد فإن ماذا؟ فإن F فتح لإكس تساوي نضخط هكذا تساوي إثنان X في G لإكس على X مربع ناقص واحد الكل مربع نقول أولا بما أن الدالة F كيف هي قابلة للإشتقاق على ماذا؟ على D F لأنها دلة ناطقة الدلة الناطقة معروف أنها تقبل الإشتقاق على مجال تعريفها وماذا؟ وتصبح لنا ماذا؟ عندنا نحن ها هي دلتنا أركزوا هنا أرجوكم نقطة نقطة ولا نتعجل في ما يخص المشتق لأنها أمرها مهم دائما في أي دلة لما تصل إلى المشتق لا تتعجل فيما يخص حسابها يعني رويدا رويدا عندنا هنا مكتوب E على V كسر يسوينا مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع نطبق هذا الكلام تصبح لنا هكذا تصبح 6X مشتق مربع أما هذا يذهب إلى الصفر لأنه ثابت مشتق البسط في المقام ناقص ناقص مشتق المقام 2X لأن هذا يذهب إلى الصفر في البسط 2X مكعب ناقص زائد ثلاثة على المقام مربع X مربع ناقص 1 الكل مربع أما هذا إذا قمنا باشتق أكيد يذهب إلى صفر لأنه ثابت الآن نكمل النشر وعيني على ماذا على أن نصل إلى 2X مضروبة في هذه القيمة تعالوا نكمل تصبح لنا F فتح لX يساوي نضع خط كسر هكذا وننطلق هذا في هذا يصبح لنا 6X و4 هذا في هذا ناقص 6X مربع ثم هذا في هذا ناقص 4X و4 ثم هذا في هذا ناقص 6X على المقام مربع لهو X مربع ناقص 1 الكل مربع أكيد نكمل حساب هذا مع هذا لاحظوا وانتبهوا هكذا تصبح نتساوي نضع الخط الكسر قلنا هذا مع هذا تصبح 2X و4 ثم عندنا ناقص 6X مربع ثم عندنا ناقص 6X على X مربع ناقص 1 الكل مربع نكمل الآن وعيني دائما على الجيل X هذه علي أن أضع ها هنا بجانبي حتى نلاحظ على ماذا نصل ما رأيكم الآن أن نستخرج 2X من عندي هذا ومن عندي هذا ومن عندي هذا فتصبح لنا ماذا فتحة ل X يوسو هكذا قلت نستخرج 2X عن مشترك ماذا يبقى لنا هنا لما نستخرج 2X عن مشترك أكيد تبقى لنا X مكعب أعيد النشل هذا في هذا تصبح لنا 2X قوة 4 ننزع من عندي هذا 2X نصبح ناقص 3X ثم من عندي هذا ننزع له 2X نصبح لنا ناقص 3 على المقام مربع وهذه من هي انظروا إنها جيل X تصبح لنا تسألنا ماذا 2X في جيل X على X مقربع ناقص واحد الكل مقربع نكتب هنا ومنه فقط هقد وصلنا إلى هذا الشيء يا أبنا بعدما أنهينا مع هذا السؤال وتذكروا أنه قلنا ماذا قلنا أنه جيل لألفا كم يساوي الصفر منها الجزء الأول نأتي الآن إلى سؤال آخر مهم قال عين دون حساب limit F لأكس ناقص F لألفا على X ناقص ألفا لما X يقول إلى ألفا ثم فسر نتجة هندسية إذا نكتب هنا تعين دون حساب نهاية هذه النسبة هي limit F لألفا على X ناقص ألفا لما X يقول إلى ألفا لاحظوا أبنائي وركزوا إنه قانون أليس هذا إنه قانون الاشتقاقية نعم نقول هكذا limit F لأكس ناقص F لألفا على X ناقص ألفا لما X يقول إلى ألفا هي العدد المشتق F فتح لألفا لأدال F حيث ماذا حيث F ماذا قابلة للاشتقاق عند ماذا عند ألفا أي ماذا أي تصبح لنا هكذا كي تجد أنه limit F لأكس ناقص F لألفا على X ناقص ألفا لما X أكيد يقول إلى ألفا تصبح لنا كم تستطيع F فتح لألفا وهذا ما نسميه العدد المشتق وبينيا يمثل معامل توجيه المماس عند ألفا ركز جيدا لكن ماذا نملك لكن عندنا F فتح لأكس قلنا أنها تساوي إثنان X في جيل X على X مربع ناقص 1 الكل مربع الآن ونملك كذلك و أنه ماذا نملك و جيل ألفا كم تساوي تساوي الصفر معناه إذا عوضنا هنا بألفا وهنا بألفا وهنا بألفا وهنا بألفا كم تعطي لنا يا أبنائي أكيد سوف تعطي لنا صفر لماذا صفر لأن جيل ألفا يساوي الصفر الآن الصفر إذا ضرب في هذا الجيل كم يعطينا يعطينا صفر لاحظتم إذن ومنه لهذا قال دون حساب نقول ومنه ماذا ومنه الليمت F ل X ناقص F لألفا على X ناقص ألفا لما X أفوا قلت لما X يأول إلى الألفا إنها تساوي لنا صفر فقط أرجو قد فهمتم لماذا أبني لأن هذه الدلة F تقبل الإشتقاق عند الألفا فيصبح لنا هذه النهاية نهاية هذه النسبة هي نفسها F لألفا F لألفا لما عوضنا هنا كم وجدناها وجدناها مباشرة لأن G لألفا قلنا عليه الصفر يعني هذه الصفر الآن ما هو التفسير الهندسي نكتب هنا التفسير الهندسي التفسير الهندسي أو البياني نقول ماذا قلنا أن F فتحة لألفا وجدناها صفر هو معامل أولا توجيه المماس عند ماذا عند ألفا إذن نقول هنا التفسير البياني الآن الذي سوف نذكره لاحظوا جيدا التفسير قلت البياني أنه نقول C F يقبل مماسا مماسا كيف هو أفوقيا عند ألفا حيث ماذا حيث معادلته هي إيغ يسوي أن F لمن F لألفا لماذا أبني لأن عند القيم الحدية المحلية إذا جئنا إلى هنا هنا يوجد لنا مماس أفوقي وهنا يوجد لنا مماس أفوقي لماذا لأن معامل توجيه أو ميله يكون يسوي صفر إذن فيكون مثلا هذا المماس أو هذا المستقيم الذي سأرسموها وهنا هل هذا معامل توجيه معدوم لا لماذا لأن ميله لأن معامل توجيه يختلف عن صفر أما هذا كم يميل يميل بزاوية صفر إذن معامل توجيه كم يكون صفر وهنا يكون صفر فيكون صفة كل معادلته هي القيمة التي تتقطع من حوار ترتيب فهنا ما هي إنها F لألفا فنكتب هنا كالتفسير بين نقول C F يقبل مماس وفقي عند ألفا حيث معادلته E تسوي F لألفا فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى أحسب نهايات الدل F عند مجموعة تعريف أو أطراف مجموعة التعريف إذن نكتب هنا حساب النهايات لاحظوا أولا نحن ماذا نملك نملك أن D F قلنا تسوي R معادة الناقص واحد والواحد التي هي في الأصل من ناقص مال نهاية قلت من ناقص مال نهاية إلى ناقص واحد مفتوح اتحاد من الناقص عفوا إذن قلت من الناقص واحد إلى واحد مفتوح اتحاد من الواحد إلى زائد معنا يجب لنا ست نهايات ننطلق أولا بالمال نهاية نقول limit F ل X لما X يقول إلى ناقص مال نهاية تسوي لنا ماذا بما أن هذه الدل دلة ناطقة فعند المال نأخذ أكبر عدد أكبر أس على أكبر أس هذا على هذا نلاحظوا جيدا نصبح لكم ماذا تصبح لنا limit 2X مكعب على X مربع لما X يقول إلى ناقص مال نهاية يذهب هذا مع هذا تصبح لنا limit 2X لما X يقول إلى ناقص مال نهاية لما نأتي بهذا إلى هنا يعني ماذا تصبح هذا الشيء نفسه يتكرر عند زائد ما نصبح لنا limit F لX لما X يقول إلى زائد مال نهاية تصبح أكبر حد على أكبر حد لما نعاوذ بالزائد ما أكيد سوف تعطي لنا زائد مال النهاية الآن نأتي عند الأعداد يعني عند ناقص واحد والواحد بقيم أكبر وبقيم أصغر تصبح لنا الآن إذا عوذ هنا ب ناقص واحد وهنا ب ناقص واحد فماذا تصبح لنا في البسط في البسط ناقص اثنان زائد ثلاثة وهو واحد تعال ماذا على الصفر لأن نصبح لنا ثلاثة ناقص اثنان وهو لكن أي صفر هل هو صفر زائد أم صفر ناقص حتى لا تخطيط أمورنا معلنا إلى تعيين جدول إشارة المقام به سوف نلخص هذه الصفر زائد والصفر ناقص إذن لاحظوا جيدا هكذا وهكذا لأن الأمور كلها جد بسيطة لكن تحتاج إلى نوع من المتابعة والتركيز فنأتي إلى هنا ونقول عندنا ناقص واحد وعندنا الواحد إذن هنا رمز الانعدام لمن ل x وربع ناقص واحد هنا بما أن هذه عبارة من الدرجة الثانية أين هو العدد المضروف ال x مربع كيف هو موجب نقول هنا نفس وبالداخل عكس فاصبح لنا هنا زائد ناقص زائد أكيد هنا إذا أضفنا ناقص مالا نهاية وزائد مالا معناه بقيم أقل يعني هذا الاتجاه انظروا هذه ما معناه معناه إذا أردتم أن لا تكتبوا هذه فأضعوا النتيجة فقط حتى تفهموا جيدا لأن يقول الكثير أن الأستاذ لا يريد هذا لا يقول لنا صف زائد فأضع مباشرة نقول نهاية هذا الجزء يساوي لأن قال احسف فقط ثم عندنا كذلك limit f لx لم الx يؤول إلى الناقص واحد بقيم أكبر تصبح في البسط أكيد تعطي لنا دائما لما نعوذ قلت هنا بالناقص واحد سوف نجد واحد أما يقول أحدهم وهذا الواحد الواحد لا يحدث شيء مع المال نهايات بقيم أكبر انظروا كيف تعطي لنا واحد على صفر ناقص واحد واحد على الصفر ناقص أكيد يعطي لنا ناقص مال نهاية الآن نأتي إلى الآن على صفر ناقص أكيد إذن نقول limit f لما x يؤل إلى الواحد بقيم أقال صبح لنا 5 على صفر ناقص إنها ناقص مالا نهاية وعند لما x يؤل إلى الواحد بقيم أكبر صبح لنا ها هي بقيم أكبر معنا صفر زائد معنا صبح لنا 5 على صفر زائد إنها زائد مالا نهاية الآن ما هي التفسيرات البيانية لهذا وهذا نقول هكذا نقول كتفسير بياني x يساوي ماذا يساوي ناقص واحد مستقيم مقارب عمودي أو شاقولي وهنا كذلك x يساوي واحد مستقيم مقارب كيف هو عمودي أو شاقولي فقط لأن لما نحسب النهاية عند عدد ونجدها المالا نهاية فنقول x يساوي مستقيم مقارب عمودي أو شاقولي أو موازي المحور الترتيب فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا سؤال سوف نتطرق الآن إلى شكل جدول تغيرات الدال f إذن نكتب هنا جدول تغيرات f لكن يا أبنائي قبل أن نشكل جدول التغيرات علينا أن نعطي إشارة هذه المشتقى وإلا كيف يمكن من إشارة ماذا إشارة قصر في الرياضية في الأصل من إشارة البسط في المقام لكن المقام ماذا المقام موجب لأنه مربع نقول إشارة f من إشارة ماذا 2x في جيل x لأن ماذا لأن x مربع ناقص واحد الكل مربع إنها قيمة الموجب تماما على df على مجموعة تعريف دل f نقول ومنه ومنه ماذا تصبح لنا تصبح لنا هكذا إذا أتينا إلى وضع جدول إشارة للمشتقة بعدها نعطي جدول التغيير التي يكون بطريقة جد سليمة إذا لاحظ هكذا عندنا هذه 2x وعندنا جيل x هذه وعندنا هنا إشارة الجداء لاحظ جيدا إذن هكذا ثم نضع هنا هكذا وننطلق نكتب هنا x أكيد إلى زائد ما لا نهاية أولا قلنا إشارة هذا الجداء أولا عندنا 2x إذا قلنا 2x يسبح 0 أكيد x يسبح لنا 0 على 2 الذي هو كم الذي هو صفر إذا نضع هنا صفر هكذا حتى تفهم هنا عندنا نفس وهنا عكس ثم نأتي الآن إلى الجزء الآخر جيل ماذا جيل x جيل تابعوا جيدا ها هو الجدوى ركزوا انظروا الجدوى الأبنائي الذي تحصلنا عليه ها هو أمامكم سوف نقوم بنقله إلى الطرف الآخر فقط فتصبح لنا هكذا إذا نقول عندنا alpha في هذا المكان إذا ينزل نضع هنا رمز الإنعدام وكذلك هنا رمز الإنعدام وهذا كذلك ينزل إلى هنا وينزل إلى رمز الإنعدام وجدنا أنه من هنا قلنا زائد ومن هنا ناقص هكذا لكن لا ننسى أنه هنا كان عندنا الزائد نضع هذا الزائد باللون الأخضر ثم نأتي الآن إلى f فتح لx f فتح لx أولا غير معرفة عند الناقص 1 فينزل هذا الخط هكذا لكن هنا يصبح قيمة ممنوعة وعندنا عند الواحد كذلك ينزل هكذا وهنا تصبح قيمة ممنوعة لكن نكمل الإشارات هنا عندنا ناقص كان ناقص وهنا عندنا كان زائد ثم نكمل كما تلاحظ بالألوان وهنا عندنا ناقص وهنا ناقص ثم نأتي إشارة 2x في g لx ماذا يعطي لنا يعطي لنا زائد ثم الناقص في الناقص يعطي لنا زائد ثم الزائد بعدما أنهينا مع هذا يمكن الآن إعطاء جدول التغيرات وبطريقة جد سليمة إذن نترك هذا هنا وتعالوا نقوم برسم الجدول الآن حتى تفهم الفكرة كيف تتم بطريقة جد رائع أول ما أنصحكم هو استعمال الأدوات المدرسية خاصة المسترى لاحظوا حتى تكون أمركم منظمة في الباكالوريا ثم هكذا ونقوم بغلق الجدول لاحظوا وهنا هكذا تعالوا ننطلق الآن نمنا في عملية المل إذن عندنا X من ناقص مل نهاية وعندنا ناقص واحد وعندنا ماذا وعندنا الواحد ها هو الواحد تلك قيم ممنوعة علينا أن نحترمها إذن هكذا وعندنا هكذا لاحظوا سوف نقوم بكل شيء أمام أعونيكم حتى تعلموا إذن عندنا F فتحة لX قلنا أين تنعدم تنعدم عند الصفر وتنعدم عند ألف وهنا لا ننسى أنه عندنا زائد ما لا نهاية ننقل الإشارات كما وردت زائد زائد ناقص ناقص وهنا زائد ثم نأتي إلى مجال الصور الذي هو F لX زائد معناه نصعد هكذا ثم زائد عندنا كذلك نصعد هكذا ثم ننزل إلى هنا ثم عندنا ننزل هكذا ثم نصعد هكذا عندنا ناقص ما لا نهاية وجدنا ناقص ما لا نهاية وعند زائد ما لا نهاية وعندنا هنا F لألف وعندنا هنا وجدنا زائد ما لا نهاية وهنا وجدنا ناقص ما لا نهاية وهنا وجدنا زائد ما لا نهاية وهنا وجدنا ناقص ما لا نهاية وهنا نحسب F لسفر نحن ندل عندنا ما هي قلنا F لإكس يسوينا 2X مكعب زائد 3 على X مربع ناقص 1 زائد 1 لما نعوذ بالصفر هنا صفر 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 تصبح لنا ناقص ثلاثة زائد واحد ليه كم ليه ناقص اثنان ها قد امتلئ الآن جدول التغييرات وبطريقة جد سليمة ورائعة بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى سؤال مهم قال بين أن F لألفا يساوينا ثلاثة ألفا زائد واحد إذن نكتب هنا البرهان أن ماذا أن F لألفا يساوينا ثلاثة ألفا زائد واحد ركزوا جيدا أي تصبح لنا هكذا ها هي العبارة هذه يريد منا أن نعوذ هنا بالألفا وهنا بالألفا وهنا بالألفا ونجدها ثلاثة ألفا زائد واحد دقيقوا نقول لدينا أن ماذا أن المعادلة التي ها هي أمامكم دائما هذا الألفا من أمه ولدته الدل جي ليس الدل آف نقول لدينا أن المعادلة من X قوى ثلاثة ناقص ثلاثة X ناقص ثلاثة تساوي السفر تقبل ألفا حلا لها إذن تقبل ألفا أنها لها حلا لها ما معنى أي أن نصبح لنا ألفا مكعب ناقص ثلاثة ألفا ناقص ثلاثة يساوي السفر هذا هو الأصل ما رأيكم أبناء لو ننقل هذا إلى هنا نصبح لنا ألفا مكعب ناقص ثلاثة ألفا يساوي ماذا يساوينا ثلاثة ما رأيكم أبناء أن هذه الثلاثة هذه هذه الثلاثة التي هي نفسها هذه نعوضها بهذه القيمة هنا أحظتم؟ يعني هذه العيد سوف نعوضها في هذا الموضع لاحظوا تصبح لنا أف لألفا يساوي إثنان ألفا مكعب زائد ألفا مكعب ناقص ثلاثة ألفا على ألفا مربع ناقص واحد ثم عندنا الزائد واحد هذا على سطر لا نلمسه تقق هل نصل بسرعة أم لا علينا أن نصل إلى هذه القيمة أكيد تصبح لنا أف لألفا تساوي هذا مع هذا يصبح لنا ثلاثة ألفا مكعب ناقص ثلاثة ألفا على ألفا مربع ناقص واحد زائد ماذا؟ زائد واحد تساوي نستخرج من هنا ثلاثة ألفا عن مشترق ثلاثة ألفا في ألفا مربع ناقص واحد على ألفا مربع ناقص واحد قلت استخرج من هنا ثلاثة ألفا هنا يبقى لكم ألفة مربع وهنا يبقى لنا ناقص واحد أعيدوا النشر ثلاثة ألفة في ألفة مربع تسبح ثلاثة ألفة مكعب واضربوا هذا فيها ونصبح ناقص ثلاثة ألفة ثم قلنا هنا عندنا زائد واحد لننساه إذا نلاحظوا جيدا هذا يذهب مع هذا تبعنا أف لألفة تساوينا ثلاثة ألفة زائد واحد وهو الجواب فقط أرجو قد فهمتم ها هي هذه تعطي لكم ثلاثة ألفة زائد واحد ها هو فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال جاء السؤال الآخر لاحظوا سوف ننقل هذه النتيجة التي تحصلنا عليها يأتي السؤال الآخر قال ثم استنتج حصر لأفل ألفا إذن نكتب هنا استنتاج حصر لأفل ألفا نحن ماذا نملك نقول لدينا أن ألفا قلنا محصور ما بين الاثنان والاثنان فاصل خمسة وهو خمسة على اثنان الآن ما علينا إلا الوصول إلى هذه النضرب في ثلاثة تصبح لنا ثلاثة ألفا أقل أو يساوينا ماذا اثنان ونصف في ثلاثة وأكبر أو يساوينا هذه أضربها في ثلاثة التي تصبح لنا كاستة ثم ماذا ينقص هنا نضيف واحد إلى كل طرف نضيف من هنا واحد ومن هنا واحد فتصبح لنا هذه نفسها أفل آلفا أصبح F لألف أقل أو يساوي من هنا أكيد تعطي لنا سبعة ومن الجهة الأخرى لاحظوا وانتبهوا نقطة نقطة أبني إذن قلنا وفي هذه الجهة الأخرى تصبح لنا هذا في هذا سبعة ونصف زائد واحد تصبح لنا ثمانية ونصف إذن هذه هي F لألف وتذكروا سوف نحتاجها في عملية الرسم فقط أبني أرجو قد فهمتم عملية الحصر بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى سادسا قال بيّن أن المستقيم دالتا دون معادلة إيج لجسي 2 إكس زائد واحد مقارب مائل لسي أف عند النقص من هو زائد مال نهاية إذن نكتب هنا البرهان أن دالتا مستقيم مقارب مائل لمن لسي أف أكيد عند ناقص وزائد مال نهاية إذن ما علينا إلا أن ندرس نهاية الفرق يجب أن نجدها تساوي السفر معناه صبح لنا الليمت أف لإكس ناقص إيجراغ لما نضع القيمة المطلقة هكذا لإكس معناه لاحظوا كيف تقرأ هذه تقرأ القيمة المطلقة لإكس يعني زائد معناها عند النقص معه زائد مال نهاية حتى تفهموا جيدا معناها تصبح لنا تساوي لنا الليمت الأف لإكس اللي هو ماذا؟ قلنا نهاية الفرق يجب أن نجدها تساوي السفر ساوي لنا إثنان في إكس مكعب زائد ثلاثة عالى إكس مربع ناقص واحد زائد واحد ثم ناقص إيجراغ يعني ناقص هذه القيمة ندخل عليها ناقص بحينا ناقص إثنان إكس ثم ناقص واحد هكذا قلنا لما القيمة مطلقة لإكس تؤول إلى الزائد مال نهاية قلت لما نقول القيمة مطلقة نقصده نقصده أقوم بالقصد بالنقص مال وزائد مال نهاية أولا هذا ذهب مع هذا بعدما يذهب هذا مع هذا مع لا إلا أن نفكر في توحيد المقام تصبح لنا الليميت هكذا ركزوا جيدا إذن قلنا هنا إكس مربع ناقص واحد تصبح لنا إثنان في إكس مكعب زائد ثلاثة ثم هذا يضرب في هذا كم تعطي لكم؟ تعطي لنا ناقص إثنان إكس مكعب هكذا ثم عندنا هذا يضرب في هذا تصبح لنا زائد إثنان إكس لما القيمة مطلقة لإكس تؤول إلى الزائد مال نهاية هكذا أولا يذهب هذا مع هذا تصبح لنا تساوي لنا الليميت ماذا؟ إثنان إكس زائد ثلاثة التي هي هذه مع هذه إثنان إكس زائد ثلاثة على إكس مربع ناقص واحد لما القيمة مطلقة لإكس تؤول إلى الزائد مال نهاية وهذه تسوينا ماذا؟ بما أنها دلنا طيقة تصبح أكبر حد على أكبر حد وهي الليميت 2x على x مربع لما القيمة المطلقة لx تأول إلى الزائد مالا نهاية يذهب هذا مع هذا تصبح لنا تسوينا الليميت 2 على x لما القيمة المطلقة لx تأول إلى الزائد مالا نهاية وهذه أكيد تأتي لنا صفر ونقول ومنه دلطة مستقيم مقارب مائل لcf عند ناقص وزائد مالا نهاية فقط أرجو قد فهمتم بعدما أنا هنا مع هذه السؤال نأتي الآن إلى سؤال آخر إذن حيث السؤال الآخر ماذا يقول؟ قال ثم أدرس الوضعية النسبية للمنحاني cf بالنسبة إلى دلطة إذن نكتب هنا نكتب دراسة الوضعية النسبية لمن لcf بالنسبة إلى دلطة نقول تقول قاعدة ندرس إشارة ماذا؟ الفرق من هو الفرق؟ الذي هو f لx ناقص y على مجموعة التاليف تصبح لنا هكذا f لx ناقص y يساوي ماذا يساوي أبنائي؟ هنا حتى لا نتعب ونعود كل مرة في البكارولي لأن الوقت لا يكفي ها هي أن تنزعنا إلا كلمة limit تصبح f لx ناقص y تساوي أن هذه يذهب كل شيء بعدما وحدنا المقام لاحظوا على ما نتحصل على هذا هو الفرق إذن هذا الفرق هو نفسه هذا يقول أحدكم وهذا لا هنا حسب للنهاية انتهى الأمر إذن هذا هذا هو الفرق نأخذها كما هو معنى هذه تصبح تساوي 2x زائي 3 على x مربع ناقص 1 وإلا تعدون الهسابات كليا هذه وتصلون إلىها لكن حتى تربحوا الوقت دائما لما تبرهم المستقيم مقالب هذا هو الفرق ندرس إشارته لكن إشارة كسر من إشارة ماذا من إشارة البسط في المقام معناه ما علينا إلا إنجاز جدول إشارة بهذا جدول سوف نقضي على مشكل اسمه الوضع يركزوا جيدا إذن هكذا وانتبهوا أرجوكم هكذا إشارة كسر من إشارة البسط في المقام ننطلق أولا بالبسط ثم المقام أفوا ثم المقام ثم الجداء ثم الكلمات اللغوية دقيقوا ما المقصود بهذا حتى تفهموا جيدا لأن دائما أنصحكم باستعمال الجدول لأنها تلخص كل شيء بسرعة ثائقة إذا عندنا إكس من ناقص ما لا نهاية وعندنا الزائد ما لا نهاية عندنا القيم الممنوعة أولا قبل أن نتحدث عن القيم الممنوعة إشارة كسر من قلت من إشارة البسط في المقام أولا البسط الذي هو 2x زائد ثلاثة يساوي السفر سبحانا 2x يساوي ناقص ثلاثة أي x يساوي ناقص ثلاثة على اثنان ناقص ثلاثة على اثنان وهي ناقص واحد ونصف أقل من ناقص واحد يعني سبحانا ناقص ثلاثة على اثنان إذن هنا رمز هنا نفس وهنا عكس لأن هذه عبارة من الدرجة الأولى لمن لإثنان إكس زي الثلاثة هذا الأمر الأول نأتي الآن المقام وهو إكس مربع زي الثنان إكس مربع عفوا ناقص إثنان أين ينعدم؟ ينعدم عند الناقص واحد وعند الواحد نأتي هكذا ونضع رمز الإنعدام لكن هنا يصبح قيمة ممنوع دقيقوا احتدفموا هكذا وهنا كذلك ينزل ليعدم المقام ثم هنا يصبح لنا قيمة ممنوع حتى تدفموا جيدا الآن عندنا هذا اللون الأخضر نتركه هنا زائد زائد وهنا عندنا بما أن هذه عبارة من الدرجة الثانية خارج مجل جذرين نفس وداخل مجل جذرين عكس معنا نصبح لنا هنا ناقص وهنا زائد وهنا زائد لكن هذا كذلك يكمل سيره هكذا وهنا يعادم فقط ووجد هنا عندنا الزائد يتركها كما هو يعني الألوان تتابعها كما هي ثم نأتي الآن إلى الفرق الذي هو الذي من بينهن ثم نكتب هنا الوضعية عندنا الناقص في الزائد يعطينا نناقص والزائد في الزائد يعطينا نناقص والزائد في الزائد في الزائد يعطينا نناقص والزائد في الزائد يعطينا نناقص والزائد في الزائد يعطينا نناقص وهنا سي آف يقطع عفوا بخط أوضح قلت يقطع دالتا وهنا سي آف فوق دالتا وهنا سي آف أسفل دالتا وهنا سي آف كيفه فوق دالتا أرجو قد فهمتم الفكرة إذن إشارة كسر إشارة البسط في المقام المقام هنا جعلنا له قيم ممنوعة لا يمكن أن نقول هنا يقطع يا أبني لأن قيم ممنوعة لأننا قلنا دراست الوضعية إشارة على A D F D F ليه A معدن ناقص واحد والواحد فقط بعدما أنهينا مع هذا سؤال نأتي الآن إلى السؤال الأخير مهم جدا تابع جيدا قال أرسم كيلة من دالتا وC F أولا ننطلق برسم دالتا الذي هو نستخدم الجدول المساعد X و Y إذا أعطينا للإكس صفر إجراج لاحظه كم يصبح يصبح لنا واحد إذن صفر يقابله واحد إذا أعطينا للإكس واحد سبحان اثنان في واحد وهو اثنان زائد واحد وهو ثلاثة إذن إكس أخذ واحد إجراج يصبح لنا ثلاثة ثم نقوم بتعليم النقطتين النقطة الأولى قلنا صفر مع واحد ها هي والأخرى هي واحد مع ثلاثة التي هي هنا ثم نقوم بالربط ما بينهم لاحظوا جيدا ها هو يعني يأتينا ها كذا حتى تفهموا جيدا ثم نتركه يكمل سيره نحو الجهة الأخرى لأنه هو بجوار نقص ملنية وزائد ملنية هذا الأمر الأول ونكتبه إنه الضالتا ثم عندنا المستقيمات المقاربة العمودية اللي هي إكس يساوي ناقص واحد وإكس يساوي واحد كذلك علينا أن نقوم برسمهم إكس يساوي واحد ها هو أمامكم هذا هو x يساوي 1 وعندنا x يساوي ناقص 1 لا عفوا x يساوي ناقص 1 هو هذا ها هما ناقص جيدا هكذا إذن يمكن أن نكتب هنا كذلك x يساوي 1 ومن هنا x يساوي ناقص 1 حتى تفهموا جيدا الآن عندنا كذلك أبناء النقاط التقاطر قلنا ها هي التقاطر المنحني مع ماذا مع المستقيم دلطة وهي ناقص 1 ونصف وهي ناقص 2 على 3 وهي ناقص 1 ونصف ناقص 1 ونصف أين هي ركزوا إذن ها هي ناقص 1 ونصف مع ماذا لاحظوا وانتبهوا أرجوكم نقطة نقطة حتى نتعلم إذن تلك النقطة أين تكون أكيد سوف تكون في هذا الموضع إذن هنا تتم عملية التقاطع في هذا الموضع يعني لما نأتي بناقص 3 على 2 ونعوض وهنا سوف نجد هذه القيمة تعالوا نجرب أمامكم حتى تجدون نقطة التقاطع كم إهداثية نصبح لنا إيجراج يسوي أن نقلنا 2 في ناقص 3 على 2 زائد 1 نصبح لنا هذا مع هذا كم تصبح يا أبنين نصبح لنا ناقص 3 زائد 1 ونقص 2 وانظروا ها هي أمامكم كما تلاحظون هنا هذا الأمر ثم الآن عندنا القيم الحدية عندنا قيمتان حديتان ها هي الجبل إحداثية 0 مع ناقص 2 0 مع ناقص 2 يعني هنا نقوم برسم شيء يشبه الجبل هكذا هكذا حتى تكون أمور الآن نأتي إلى القيمة الحدية ألفا مع أفل ألفا ألفا قلنا إن الألفا أعطينا محصور ما بين 2 ونسوة 2 إذا جئنا ها هي ألفا وعندنا أفل ألفا محصور ما بين السبعة والثمانية فاصل سبعة ها هي أمامكم وثمانية ونسف ها هي معناه يمكن أن نجعلها كأمور تقريبية هنا يمكن أن نضعها في هذا الموضع كذلك تشبه لنا الحفرة هكذا عفوا نقوم برسمها هكذا ثم الآن نقوم برسم أي باب شئنا لا يهم لأن أنا حر كيف أرسم حناية في الأصل لاحظوا جاء من هنا هنا ما هو هذا ألم نقل إنه دالتا وهذا كذلك الدالتا لأننا قلنا الدالتا مستقيم مقارب بجوار زائد مدنية والنقص مدنية حتى تفهم جيدا يعني من هنا ثم يأتينا معناه هكذا من هنا ويصعد ليتقاطع هنا ثم يتجه مع تلك الجدار هذا يسموه كالجدار يعني مستقيم مقارب عمودي معناه لو نأتي الآن في الرسمة قلت نتخذ الوضعية التي تساعد يدي قلت التي تساعد يدي للرسمة في الأصل معناه هكذا يبدأ بعملية الصعود متجها نحو إكس يساوين كم يساوين واحد أرجو قد فهمتم إذن من هنا جاء بالقرب من دالتا ثم جاءت نقطة تقاطع ثم اتجه نحو هذا مستقيم إكس يساوين ناقص واحد هذا الجزء الأول نأتي الآن إلى الجزء الثاني أنظروا جاء من هنا وصعد إلى هذا الجبل ثم نزل يعني هذا سهل يعني يأتينا هكذا عفوا قلت دائما هكذا ثم يصعد إلى هذه القيمة الحدية ثم ينزل مرة أخرى هكذا يكفينا يعني لا دعي أن يأتي أحدكم ويرسموا هكذا لا يكفي هذا الجزء ثم الآن نأتي إلى الجزء الآخر أكيد يأتينا من هنا وينزل إلى هذه القيمة الحدية ثم يتجه نحو دالتا أنا دالتا قلنا عليه إنه مستقيم مقارب مائل ثم نكتب هنا سي أفقط أرجو قد فهمتم الفكرة قلت لا دعي أن يأتي أحدكم ويرسم هكذا لا ليصبح مستقيم مقارب تلك يصبح مستقيمان متوازيان فهذا كاف والرسم صحيح مئة بمئة إذن ها هو أمامكم من هنا ونسعد ثم يتقاطع عنهما ثم يتجه نحو X-1 ثم بالجوار من X-1 يسعد إلى هذه القيمة الحدية العظمى ثم ينزل بجوار X-1 ثم هنا بالX-1 ينزل إلى هذه القيمة الحدية اللي هي هذه هذه اسمها F لألفا لاحظوا وقد ذكر لنا سؤال أو الذي قال احسب لميت F لX-F لألفا على X-ألفا لما X-ألفا قلنا أنه يوجد لنا كالتفسير بياني يوجد لنا مستقيم أو مماس أفوقي هذا اسمه مماسا أفوقي انظروا معادلته أليس هو F لألفا الذي ذكرته في الأول نعم لأنها قيمة حدية يقبل عندها المماس تقبل منحانا يقبل مماسا أفوقيا فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي العزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو إن لم تفهموا شيء أعيدوا الفيديو في تلك النقطة حتى ولو عشر مرات حتى تفهموها واعلموا أن العلم الصيد والكتابة قاعد ياني كل شيء اكتبوه حتى تفهموه وفي الأخير أبنائي وبناتي العزاء لديكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته